المجلس الأعلى للثقافة بينظم النهاردة مؤتمر صحفي للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية والتقديرية والتفوق والنيل ده بمقر المجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا بيضم تشكيل المجلس الجديد أكتر من ستين شخصية من رموز الفكر والأدب والثقافة والفنون بالإضافة لعدد من الوزراء ورؤساء النقابات الفنية والهيئات الثقافية بتبلغ قيمة جيزة الدولة التشجعية خمسين ألف جنيه أما جيزة الدولة للتفوق بتشمل ثلاث فروع وهي الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية بتبلغ قيمة كل جيزة لكل فرع من الفروع دي مئة ألف جنيه وميداليا فضية ويجائزة الدولة التقديرية بتبلغ قيمتها مئتين ألف جنيه وميداليا ذهبية ترجمة نانسي قنقر